اشتركوا في القناة 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 ننتقل عند أخب درشي شكرا لك شيف مشاهدينا بنواصل طبعا حديث عن موضوعنا لما الشخص يحب نفسه شيماء راح ينعكس هذا الشيء على إيجابيته أيضا في الحياة لكن ماهما مصلة لدرجة الإيجابية اللي فينا أكيد راح نتعامل مع ناس سلبيين في حياتنا نكتشفهم من خلال تفكيرهم من خلال طرحهم للأمور والحلول وأيضا من انتقاداتهم الدائية شاهدينا كل واحد منا عنده هالصديق أو الزميل اللي يشتكي من كل شيء واللي يظن أن الكون كله يتآمر ضده لسوء الحظ أن عليك أنت تعامل مع هالنوع من الأشخاص في حياتك منهم السلبيين في حياتنا ليش هم سلبيين وشون يأثرون بسلبيتهم على اللي حولهم كيف نتعامل معهم كل هذه المحاول راح نتطرق لها أكيد مع ضيفتنا الأخصائية الاجتماعية أزهار الشعلة صباح الإيجابية يا أزهار حياتي تفضلي علي بعد مسكينة كان وقفت برع وايد بعيد صباح الخير صباح الخير طيب إن شاء الله صباح الخير حياتي أهلا صباح النور حياتي تفضلي هذه الجهة أحسن أجرب من نخلج عشان نكون إيجابيين يمكن اليوم السوشال ميديا هي اللي فضاحت السلبيين ما أريد أن توافقيني الراي أو لا لا يعني كلنا قمنا نلاحظ أن نسبة السلبية والتذمر ارتفعت على ولا شيء فهل تعيديني الراي؟ أكيد أيدك مئة بالمئة في هذه الرأي طبعا أهما الأشخاص السلبين موجودين في حياتنا قبل السوشال ميديا ونفس متفضلت وقلت يمكن مع السوشال ميديا قدرنا نكتشفهم ونتعرف عليهم أكثر وأكثر فهي الأشخاص موجودين في حياتنا الشيء اللي يلزمنا أننا نتعرف عليهم نكتشفهم منهم الأشخاص السلبيين وأكثر الأشخاص السلبيين ممكن يكونون ناس جاربين مننا ممكن يكون أحد من أفراد العائلة أو من أحد الأقاربة والأصدقاء أو يكون لنا حتى زمير في العمل فاللي يلزمنا أننا نتعرف عليهم علشان نكتشف السلبية اللي فيهم ونعرف الطريقة الصحيحة في التعامل معهم في المستقبل يعني الإنسان لما ينولد بالفطرة ممكن يكون رسام ممكن يكون مغني ممكن يكون ممثل هل السلبية شيء بالفطرة؟ شون ينشأ لهذه الإنسان السلبي؟ شون هذه السلبية تنوجد في هذه الإنسان؟ طبعاً الشخصية السلبية لا تكون بالفطرة كثيراً هي بتكون عن طريقة المكتسبة التنشأة الاجتماعية لها دور كبير على أن الإنسان ينولد بشخصية سلبية فمثلاً إذا كانت الطفل عايش في أسرة مشحونة بالمشاكل الأسرية فيها عنف أسري نفسي جسدي فشي طبيعي أن هذه المشاكل رح تأثر على الطفل بالتالي رح تتكون عنده مشكلة سلوكية أو يكون عن طريق الأمراض النفسية ممكن الاكتئاب الأمراض الفصامية أو عن طريق تناول المؤثرات العقلية فهذه الأمور لابد أن نفرق بينها ونعرفها لأن إذا كانت مشاكل متعلقة بالطفل بمرحلة الطفولة فهنا الطفل أو الشخص يحتاج إلى علاج سلوكي أننا نتدخل في هذا الوقت أننا نعالج سلوكي من هذه المشكلة أما إذا كان نفسياً فهنا يحتاج إلى تدخل طبيب نفسي لتقديم العلاج الصحيح له من خلال الأدوية أو من خلال العلاج النفسي التي يحتاج إلى من خلال الأمراض النفسية التي يعيشها يمكن ذكرتي شوية لازم نكتشفهم لكي نعرف كيف نتعاملوا معهم كيف نتعاملوا معهم؟ خصوصاً إذا كانوا أقارب أو أصدقاء جريبين مننا يعني ناس ممكن ويانا في العمل أو لا نقابلهم دائماً بعد تون يعني إذا ناس قراب مننا كيف نتعاملوا معهم؟ أكيد أخوي يعني العملية مش سهلة العملية مبسهلة ووايت صعبة أنه إنت شلون تتعامل وخصوصاً نفس ما تفضلت وقلت إذا ناس يعني جريبين مننا معاي في البيت أخوي أختي أمي أبوي أو صديق قريب مني أو حتى زميل في العمل فالعملية كلش مبسهلة سهلة العملية جداً صعبة في أن أنا أتعامل معهم فهناك مجموعة من الاستراتيجيات اللي أنا أقدر أتبعها في التعامل مع هؤلاء الأشخاص أولاً من أحد الاستراتيجيات أنه ما تكون في عاطفة يعني ما تأخذني العاطفة معاهم مئة بالمئة ما أنجر معاهم نفسياً وأيد أفكارهم السلبية لأنه هذه يعطيهم تغذية لشخصيتهم السلبية بس ما يقتنعون يعني أنا لاحظ كذا شخص سلبي مر عليه في حياتي ما يقتنع أنه هو قاعد يذبح روحه ويذبح اللي معاه قاعد يخلي الناس تبتعد عنه دائرة الاجتماعية قاعدة تصغر أصدقاء قاعدين ينفرون مننا ما عارف أحس دائماً شخص السلبي قوي متمسك بقرارة أي متمسك بقرارة ويحس أنه هو يعني اللي أخوة يبي يفرض شخصيت عليك أن أنت لازم تتأثرين فيني ولازم مثلاً في بعضهم يمتلكون قوة أن يأثرون عليك أن يشفون أنت مثلاً سعيدة ما عندك مشاكل يمكن تصير غيرة أو حسد فيمكن أن يكون ردة تفعلهم بخصوص هذا الموضوع فمهم جداً أن أنت تتعاملين معهم بكل إيجابية أنا ممتلك العصاص سحرية عشان أغيركم أنا عندي مفاتيح أقدر أستخدمها معاكم أساعدكم أقدم لكم والنقطة بعد أيضاً المهمة أن أنا مو أحسسهم أن أنا موجودة هنا علشان أحل مشاكلكم لأن هذه بعد نقطة مهمة أنه رح يرتكز عليها خلاص يعني دام أنت الحل عندك خلاص أنا باعتمد عليك مئة بالمئة في حياتي في جميع أمور حياتي فلازم تحسسين هذا الطرف أو هذا الشخص أن أنت مجرد مساعد له لحل هذه المشكلة الإيجابية جداً جداً نقطة مهمة أن أنا أتعامل معهم بإيجابية صحيحة دعم أقدم لهم دعم إي نعم بس ما أنخرط ولا أضيع وكتي ولا أخلي مسافتي النفسية قريبة منهم جداً عاطفياً علشان أهم ما يتكلون ويتمدون عليه مئة بالمئة في حياتهم كنت ذكرتك يأثرون عليك تشكلتي شيء ما شيء طبيعي يعني مهما كنت أنا إيجابي لما أتأثر شوي إذا كان هناك شخص سلبي 24 ساعة جداً عيني بتصيدني طاغة سلبي هل سهل إذا صادتني أتخلص منها يعني ناس اليوم اللي يعانون من هذا الشيء هو طبعاً تأثيرات الأشخاص السلبين تأثيرات كثيرة على الشخص اللي بيكون معاها دعونا نتكلم من ناحية الصحية من ناحية الصحية طبعاً سيأثر على الصحة توتر سيسبب لي صدع سيسبب لي قلق سيسبب لي آلام الضغط بالإضافة إلى هذه الأمراض ممكن في المستقبل تنتقل أو تصير أمراض خطرة جداً أو يمكن أن هذا الشخص السلبي يغير نظرتي في الحيات أصير سلبي نفسه إنسان سلبي أو إنسان متشائم أو دائماً أطالع الحياة بنظرة سلبية ونظرة سودية فمهم جداً أن أنا إذا يعني أتعامل مع الشخص السلبي لازم تكون هناك حدود ضوابط استراتيجيات أنا أتبعها في التعامل معه علشان أنا ما أنتجرف معه في شخصيته طيب وانا شون أقدر أحول هذه الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية شلون أقدر أحول نفسه ما قلت لك أختي هي موب عملية سهلة تتضمن استراتيجيات معينة أن أنا أتبعها ما أكون الشخص اللي مثلاً دائماً يتكلم عن سلبيته دائماً أخلي محور كلامه عن الأمور الإيجابية إذا بأتكلم معه أنا أكون قائد في الكلام معه في الحوار ما أخلي مثلاً كلامه يكون متشتت بين إي ولا والأمور السلبية دائماً في كلامي معه أوجه كلامه إلى الكلام الإيجابي علشان يبتعد تماماً عن السلبية هناك سؤال من الكمترول يقولون الشخص السلبي موجود بس بالجانب الآخر فيه شخص إيجابي زياد عن الأزوم بحيث يخلي اللي حوله شوية يتمللون منه أنا الإيجابي وأنا الزين وأنا اللي ما فيه أحسن مني تقول لها شون تعاملوا طبعاً أهوة نحن دائماً نقول الشخصية لا السلبية ولا الإيجابية نمسك العصر من الناس الشخصية لازم تكون معتدلة فالشخصية الإيجابية أيضاً اللي زيادة عن نزومها لازم يكون في لهم واجهة لازم تواجهها وتكلمها وتعرفها ترى أن أنت في واحد، اثنين، ثلاثة أن الأمور التي تقولها يعني أوفر زيادة عن نزومها لازم تتبه حق هذه النقاط وتواجه حق هذه الأمور علشان أهوة يمكن فيه ناس ملتفتون حق هذه النقطة اللي أهم فيهم بس أنت كأن مثلاً زملاء أعمال مثلاً عندي زميلة أو زميلة في العمل دائماً يعني مثلاً نتكلم عن نفسه بإيجابية زيادة عن نزوم ففيه بطريقة لطيفة أقدر أنا أوصل لها أن ترى هذا الشيء خطأ أنت قاعد تسوي لأن إذا سكوتي عنه ومرافقتي معه في ذلك الكلام راح أنت تقدم تغذية للإيجابية أو السلبية اللي هو قاعدة صدق وحاك نعم صدق وحاك نصيحة واجهين الحق اللي ما يمسك العصى من النص مثل ما قلت حق اللي دائماً يأخذ الأمور إلى حدها الأقصى سلبي جداً أو حتى إيجابي جداً شوف أختي شيما إحنا ممكن نكون علاقات جداً ناجحة مع أشخاص سلبيين بس إذا كانت توقعاتنا واقعية في تغيرهم إذا كانت فيه توقعات واقعية واضحة أن أنا ما بيب أغير الشخص في ليلة ووحاها لا هذا الشيء مهم أن أخلي في بالي لكي أكون شخصية علاقة ناجحة مع هؤلاء الأشخاص في النهاية أنا مسؤولة عن نفسي أقدر أغير نفسي فلازم أركز على سعاتي عشان أنجح صحيح الواحد مسؤول عن نفسه صح مشاهدينا كانت معنا الأخصائية الاجتماعية زهراء الشعلة أزهار الشعلة شكراً لك أزهار أعطيك 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 يمكن كثير من الناس ما يعرفون الجهة التي تتولى الرقابة على القطاع الصحي في مملكة البحرين رغم مرور عشر سنوات تقريباً على إنشاؤها إلا أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعمل على قدم وساق لتطوير الخدمات الصحية في البحرين بنتكلم أكثر اليوم عن الهيئة وخدماتها مع الدكتورة ماريام الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن بالخدمات الصحية صباحة الخير الدكتورة نظفت اليوم في السيديو شمس البحرين صباحة الخير حقاً أهلاً أهلاً صباحة الخير صباحة وね taggating صباحة الإيجابية ح BET kind-GAL إنه البرنامج كلusها لاد讲 حمد الله الحمد الله طبعاً دكتورة من الناحية الرقابة كيف تتأكدون التزام المستشفيات والمراكز الصحية بالشروط والمعايير يبقى هذي هم المواطن يتبيع في هذا الموضوع مثل ما تفضلت خويف المقدمة أنشأت حكومة مملكة البحرية هي مستقلة عن الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات الصحية مثل وزارة الصحة والجهات الأخرى بحيث أن تكون هي المراقب والمنظم على هذه الخدمات لو ابتدنا بالمستشفيات والمراكب الصحية والعيادات قبل ما هذه المستشفيات تفتح فيه اشتراطات ومعايير ونتأكد أنها موجودة فيها سواء من الناحية الهندسية من ناحية السلامة السلامة على المرضى والسلامة على العاملين الصحيين هناك نتأكد حجم الغرف صحيح الأجهزة والتجهيزات التي فيها صحيحة وعندنا مواصفات واشتراطات لكل نوع من أنواع الخدمة تقدم عمليات غرف العمليات لها اشتراطات معينة تقدم جراحات بسيطة لها اشتراطات أخرى وهكذا حتى عدد العاملين الصحيين أيضا منشور بقرار رسمي في الجريدة الرسمية وفيه المعايير منشورة على الموقع الهيئة لما المؤسسة تبدأ تشتغل نبدأ نطلب منها أن يكون عندها سياسات وإجراءات مكتوبة حتى لا يصير يعني خلل نقول اجتهاد شخصي من العاملين كيف أتبع إجراءات الوقاية من العدوى أو التخلص من النفايات لا فيه أشياء مكتوبة وواضحة وعلى المدراء والقائمين في المستشفى التأكد منها لما تشتغل المستشفى أو العيادة أو المركز عقب السنة فيه عندنا برنامج آخر اسمه برنامج الاعتماد والتي تنفي تقييم جودة الخدمة فيها كيف تقدم الخدمة للمريض لو صار خطأ طبيعي كيف تتصرف كيف تحافظ على من عدم انتشار العدوى في المستشفى وهكذا فعندنا تفتيش رقابة قبل عندنا تفتيش دوري عندنا تفتيش مفاجئ وعندنا تقييم أيضا سنوية كل ثلاث سنوات دكتوري أتوقع الرقابة على الأدوية من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الهيئة لكن أنتو كجهة رسمية الآن مثل ما حضرتك ذكرتها شلون تقومون بمراقبة هذه الأدوية ورصد المخالف منها قبل دخولها مملكة البحرين طبعا الهيئة تقوم بالرقابة على الأدوية سواء اللي بتاخذها المستشفى الحكومية أو اللي بيأخذها القطاع الخاص أو اللي راح تباع في الصيداليا أنتو كمواطنين ومقيمين تبون تتأكدون أن في جهات تتأكد هذا الدواء في مملكة البحرين صحيح غير مزوّر ما في مشاكل مثل مكنا سمعتوا عن دواء نحن حذرنا مننا نحتمال حسب التحذيرات الدولية في شوائب مصرطنة ونحن لازم نتأكد أن الدواء اللي موجودة في البحرين ما في هاي الشوائب قبل ليدخل أي دواء في مملكة البحرين يجب أن يسجل فالوكيل اللي بيورد الدواء لازم يسجل وييب معه الدراسات والشهادات المطلوبة للجودة في عندنا شهادة تودة المصنع نفسه لازم المصنع نفسه يكون مسجل لازم الدواء يكون مسجل كلها وثاقية لما طبعا وفي بعض شهادات تحليل الدواء سواء خارجية أو في مملكة البحرين وبعدين لما يوضع في الأسواق أيضا نراقب ناخذ عينات ونتأكد حتى من الأسعار لأننا مسؤولين عن تحديد الأسعار ويجب أن يباع أكثر من السعر اللي وضعتها الحقيقة دكتورة مريم نسمع عن ضبطيات تقوم فيها الحقيقة حاجة اللي يزاولون المهنة من غير ترخيص أو الترويج الأدوية مزورة خبريني شوية عن هذه الضبطيات وكيف ممكن تسطول لهم وتصيدونهم طبعا البحرين صغيرة السوشيال ميديا بعد صغيرة صحيح ويضبطها نضبطها عن طريق السوشيال ميديا والدعايات صحيح أو عن طريق التعاون طبعا ما شاء الله عليهم إدارة المباحث في التحقيقات الجنائية على طول متواصلين معنا يعني إحنا على أتم مستعداد 24 ساعة عندهم مفتشين عندهم ضبطية قضائية قالوا جاهزين عندنا كمين جاهزين عندنا كمين أهيا كمين يكون من عندنا كمين يكون من المباحث لأن أنت لازم إجراءاتك تكون صحيحة أو ممكن تخسر حتى القضية فطبعا إذا سمعنا عن أحد يبيع أدوية ندخل ونطلب شراء الأدوية إذا سمعنا عن طبيب يزاول أو مطبيب إنما شخص يزاول مهنة بدون ترخيص نأخذ موعد وننوح وندخل ضبطنا شخص يزاول مهنة الطب غير متخصص أصلا أجنبي ضبطنا أجنبيات في شقة يضربون في الروبوتوكس ضبطنا نوست بإدوية منشطات للرياضيين وآخرها يمكن سمعته الخبر اللي هو ضابط شخص آسيوي يزور في الوصفات الطبية يزور الختم ويزور الوصفة الطبية فالحمد لله البحرين عيونها ساهرة المحبوحة في الجنائية والهيئة يعني ليست بالسهولة صعب جدا أن الأشخاص هذين يجدون صعوبة دائما لما تقيب الرقابة هاي البلد تكون سهل أن تتم فيها هذه الأشياء فالحمد لله نحن يعني بتعاوننا مع الجهات الأخرى وحتى مع إدارة مكافحة الجرام الإلكترونية لما ينشر شيء إلكتروني ونحن ما نقدر نوصلها بعدوية نحيلها إلى الجرام الإلكتروني هي تعرف الماستر وتأخذ الإجراءات دكتورة يمكن أنني السؤال مشتق من من إيجابتك إذا تسمحين لي يعني دوركم صراحة تشكرون عليه وبالفعل نحن محتاجين أكثر لتوعية الناس بخطورة هذه الأمور يعني أن تتروحين شقة تسوي إجراء يعني شوية تحتاجين مكان معقم مكان مصرح فيه مكان الناس اللي فيه كوالفايد أنهم يمرسون هذه المهنة مثل ما نقول هل في أفراد ممكن أنهم يساعدونكم في هذه الموضوع يعني مثلا أنا اكتشفت أن في هذا المكان في بيع أدوية مثلا غير مصرح فيها أو أدوية تنباع مثل ما نقول بالخش أو تحت الطاولة في تجاوب مع المجتمع البحريني أيضا في كثير يعني تشوفي مع المهنيين نفسهم مع المجتمع البحريني ما شاء الله نحن عندنا مفتشين لكن كل مواطن مفتش أنا أعتبره بالضبطان في ناس يبلغنا عن إجراءات تنفي صالونات مفتشين صالونات سعادية صالونات تجميل صالونات شعر تنفيه إجراءات وأجهزة طبية طريق تبليغ عن طريق مواطنين يعرفون هذا الشيء فالحمد لله يعني فيه تجاوب وأحيانا تم الإخطار لنا أو عن طريق الشرطة أو المباحث فنحن نقوم مع بعض بعمليات الكمين أو الإجراءات لأننا لازم نضبط الشخص لازم وتلبس تنجح القضية نعم دكتور يمكن البعض يلجى للإنترنت أي منتج وصلني طارت شخصي في النهاية وذلك أقوم أزاول المهنة هذه الطرود الشخصية في لها طريقة ممكن وإحنا طبعا الآن توصلنا طرود شخصية بكميات رحيبة الإنترنت سوق مفتوح وفيه أسواق ومشان الله معروفة لكن حتى الأسواق المعروفة بدون ذكر أسماء ترى منظمة الدواء والغذاء الأمريكية قالت أن فيها تباع منتجات مزورة إحنا الجمارك تحيل لنا كل الطرود نعمل لك الأثنين الخميس بكميات رهيبة نحن نتأكد أن أولا هذه ليست بأدوية ممنوعة يجب أن تنصف بوصفة مثل الأدوية المخدرة الأدوية التي فيها هرمونات كثير من الشباب يجب أن يكون أشياء رياضية لا يبتعين فيها هرمونات وممنوعة ويشتريها بكمية ويجب أن نتأكد أن الشخصي يجب أن تنصف الاستعمال الشخصي وليس للتسويق باشر أنا أسمح لهذا الطرد الشخص ويطلع لكم ثانيون في الإنستغرام فنتأكد أنها ممنوعة نتأكد أنها صحيحة مثل ما هي مكملات غذائية بسيطة لا تحتاج وصفة لا يوجد مشكلة أي طرد يصلني عليه أدوية أو شيء لا يفهم لغته يرجع مرفوض لأن أنا لا أقدر عبد فيه جميل جدا وخصوصا أدوية تنزيل الوزن أنا هذا صراح يعني بالنسبة لي شيء خرأني أحس ملايين الأنواع موجودة من اللي أتشوفها في السوشال ميديا مثل ما ذكرت دكتورة تحس أن العالم صار نقطة فبالتالي أنت تعرفنا في هذه البلد في هذه الدولة في هذه المدينة في هذه الدولة في ناس دكتورة تبقى الشيء البسيط يمكن أن تكون أرخص عن طريق الإنترنت بس الصراحة المضمون أكثر اللي نحن فحصينا ونسامحين في البيع داخل الدولة بس أنا أوجه هنا يعني رسالة توعية حق الناس أنه أنت حتى لما تروح عيادة أو تسوي إجراء وعملية من حقك تسأل الطبيب أنت مرخص أنت متخصص في هذه النوع من العمليات هل أنت مسموح لك حتى تسوي في الارباس تكتر ممكن الواحد مسموح لن نسامحين لأمراض الجلدية لأطباء الجلدية عفوا لأطباء التجميل الأسنان ممكن وإنف وإذن وحنجرة لأنه عندهم علم التشريح الواج غير هذا ليس مسموح لأنه حتى لديه خبرة أنه نعطي لأنه يتمنى أنا المؤهلات العلمية في الملتقى الحكومي عام 2008 2018 2018 عفوا كلمين دكتور عن هذا البرنامج علاقة بتحسين الخدمات طبعا حكومة مملكة البحرين وكل سنة في الملتقى الحكومي تكرم الجهات الحكومية التي أطلقت مبادرة للتمييز تتميز بتحسين لها أثر لتحسين الخدمات وبدون تكلفات إضافية وإدارة مالية وتأدي إلى برنامج لا يقام إلا من قبل الجهات الدولية التي تقيم المستشفيات والمراكز يمكن المملكة العربية السعودية سبقتنا عند المركز تقيم المشيات وقعنا معهم مذكرة التعاون لكي ننشئ برنامج وطني هذا البرنامج يعني أن أنا أدخل المستشفى من مجلس الإدارة إلى أصغر موظف لازم أدقيق مجلس الإدارة يجتمع يراجع الخطة الاستراتيجية خطة التوظيف الخطة المالية إدارة المستشفى تطلع تعاميم والتعاميم بواضحة وتوصل للناس عندهم سياسة وإجراءات مكتوبة لمكافحة العدوى مثلا نتخلص من النفايات وبعدين أروح للممرضين رأوني ما تتخلص من النفايات رأوني ما لو انسك بدمع الأرض تتخلص منه أشيك الصيدلية إذا يحتفظون بالأدوية بطريقة صحيحة الأجهزات الطبية كلها ونطلع تقييم للمؤسسة الماسي اللي حصل أزيد من 95% بعدين من 90% إلى 95% لبلاتيني أنزل من شيء ذهبي ثم الفضي في تصنيف في تنافسية على الحصول على الماسي وفي تقييم وكل سنة نتابع خطة التحسين يعني أنا أرفع توصيات للمستشفى أنت لازم تسوي هذه التوصيات بعد سنة أزورها أشوف نفذ الخطة ولا لا وبعدين أجدد شهادة الاعتماد كل ثلاث سنوات أسوة بالدول أو المؤسسات العالمية التي تعطي هذه الشهادة فالحمد لله نلنى هذه الجائزة وهذه فخر لنا ولمملكة البحثية نفخر الحمد لله الحمد لله جهود تشكرون عليها كي دكتورة مريم جلاهد رئيس تنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهان والخدمات الصحية تطلب مننا سرعة بديهة وخبرة في التعامل معها في هالتقرير رح نتعلم إجراءات الأمن والسلامة حول استخدام طفاية الحريق ونرجع نواصل حلقتنا من شمس البحرين يعتبر استخدام طفاية الحريق من أهم الخطوات المبدئية قبل وصول الدفاع المدني للموقع ما نستخدمها لأننا نكون متأكدين أن هالشي ما رح يأثر على سلامتنا طبعا من الضروري وجودها في جميع الأماكن سواء داخل المنزل أو داخل المجمعات التجارية داخل المطاعم أو حتى من المهم داخل السيارة قبل استخدام طفاية الحريق يجب التأكد من صلاحيتها وامتلاءها بشكل كافي لإخماد الحريق والصيانة الدورية لها أنواع طفايات الحريق بتكون ثاني أكسيد الكربون تستخدم حق حرائق الكهرباء أيضا طفاية الماء تستخدم حق المواد الصلبة مثل الأخشاب والأثاث وأخيرا طفاية البودرة التي لا تستخدم دائما في الأماكن المفتوحة مثل حوادث أو حرائق السيارات وحرائق التسرب مثل تسرب البودرة من المهم اتباع خطوات استخدام طفاية الحريق للاستفادة منها بالشكل المطلوب في البداية التأكد من المؤشر أن يكون على اللون الأخضر بعد ذلك إزالة بلاستيك الصيانة وسحب مسمار الأمان وبعد ذلك التأكد منها من حيث الأداء مكان غريب منك وبعد ذلك إذا كل شيء بشكل صحيح تذهب بها إلى مكان مفتوح الحريق وتتافح الحريق منها يرعى سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة مبادرة أعداد القادة الشباب والتي تنظمها جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة ومعنا أكيد للحديث أكثر عن هذا الموضوع المنسق العام لمبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة زكية المحميد زكية صباح الخير حياة الله اليوم وضعنا حلوة شديد اليوم خفيفة حيالله من يغالنا شوانا شطايم ما حياتي تفضل أهلا مرحبا تفضل يا الله سلمت حياة الله في البداية حب أتعرف منك أكثر على فكرة هذه المبادرة بشكل عام فكرة المبادرة مع توجهات جلالة الملك لإعداد الشباب وتأهيلهم وإعداد صف ثاني للقيادات جميل جدا نبي حاجة أكيد اليوم لشباب قيدون المستقبل إن شاء الله بشونه يتسعون لتحقيقة من خلال هذه المبادرة شوني خلاكم تقومون بهذه المبادرة شتبون من الشباب اليوم أهمية دور الشباب في المجتمع وفي بناء الدولة في إعدادهم لتحمل المسئولية اتخاذ القرار مثل ما قلت لك صف ثاني للقيادة في المؤسسات تشرفون عليه أو تقيمونه في الجامعية هل في نقاط معينة تركزون عليها من ناحية تجهيز هذه الصف الثاني مثل ما حضرت ذكرتي كلمينا عن هذه الأمور اللي أنتوا تقومون فيها في الجامعية بشكل أكثر بتكون فيه برامج تخصصية عن التنمية عن محاور التنمية مفهوم التنمية الشاب يكون قادر على اعتماد على نفسه تحمل مسئولية اتخاذ قرار بناء صف ثاني يقدر يسوي لها برنامج يقدر يسوي لها مشروع من نفسه بروحه وطبعا بتكون في المبادرة في ورش عمل بتكون في زيارة ميدانية يعني هاي كلها تشجع الشباب على الإبداع خلت تكلم أكثر السادة زكية عن اللي راح يكون داخل المبادرة الأعمال اللي راح يقومون فيها البرنامج بشكل عام أكيد حاطين في بالكم خطة معين أو برنامج معين ايه بالضبط هو البرنامج بالتعاون بين الكلمة الطيبة وبين المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشغيلة أهم بيكون محاضرين من الكويت بتخصصين أكاديميين وبيكون المقر بيكون في جمعية الكلمة الطيبة بيعطونهم الدورات والبرامج ورش العمل هذي كلها يعني والزيارات الميدانية وبعدين كل واحد بيسوي مشروع ومبادرة وبيكون في مؤتمر شبابي لأفضل مبادرة وأفضل مشروع وبيكون في طبعا جوائز والمعهد العربي للتخطيط حدد لنبعد مقاعد للفائزين بيأخذوا فيها دورات تدريبية في سن معين حين المشاركين من عمر عشرين لخمسة وثلاثين ويكون هو يعني يشترط أنه يكون يعني من المؤهلين اللي عندهم دبلوم من بعد الثانوية على الأقل سنتين ويكون عنده روح المبادرة أهم شيء إنه يكون يحب إبادر حق المشاركة في البرنامج طبقتوا هذه التجربة من قبل في برنامج آخر أو مثلا هل تم تطبيقها في دولة الكويت فكان في نتائج ناجحة فبناء على ذلك طبقتوا هذا المشروع وهذا البرنامج في البحرين والله المعهد بيتخذ البحرين نموذج جميل ومن ضمن هذه المبادرة بتكون البحرين نموذج بتتعمم على الدول العربية ممم ذكرت يمكن قبل شوية المشاركين من سن قلنا كان 20 إلى 35 أي واحد يقدم ممكن إشارك أو فيه هناك مثلا مقابلات وإختبارات في لجنة لجنة مقابلات بتكون يعني مشرفة على هذه بناء على الأساس هاي الشروط اللي قلتها لك السن والروح المبادرة ما شاء الله بعد اللي يسجله وعدد كبير يعني حنا بنقعد نشوف العدد اللي احنا نبينا وصلنا تسجيل اللي ما زال مفتوح؟ والله يعني وايد صار عندنا تسجيل لدرجة احنا حالياً فكرنا نحن نوقف التسجيل عساس نسوي حق الدفع اليوئية حق الدفع الأولى كنا نبي رينج اللي هو 120 احنا وصلنا يمكن 180 ماشاء الله المنسق العام اتفضل بي لا لا شاهدينك معنا المنسق العام المبادرة تسموه الشيخ عيسى بن علي الخليفة الأستاذة زكية المحميد شكرا لك حضورك وموفقين إن شاء الله شكرا لك حضورك معاك مشاهدين التقرير التالي سأعرض هواية شخص اندهش من اللي أنتج الفكر الإنساني خلال الحقب الماضية وهالشي يمكن أن تفعل اهتمامه بجامع السيارات في وجهة نظرة هي مو بس هواية لكنها استثمار بالمستقبل أنا من أنا تقريبا لما كنت في الجامعة يعني كان عمره يمكن 19 سنة اشتريتها اشتريتها من واحد بتتخلص منها كان ما كان عندي فلوس وايد يعني كنت في حدود الدخل إذا بتحب كتير يعني تم كلمتك للطالب فاستطعت اني اشتري سيارة فورد موجودة عندي هنا هلا موديل 1917 وكانت كنت لما أمره في شارع الحمرة في لبنان كان الكل يوقف بالصف يتفرج علي وعى السيارة وهي كانت محالتها في الويل يمكن ما توصل لما كان لما اثنين ثلاثة يضزوا فيي فبس كنت حبة كتير فكل يوم صباحا قعد هندس فيها ورتبها وتسترة بعدين صارت الحرب في لبنان وتركت لبنان وجيت للبحرين أول شي خدته معايا هو السيارة ومن ذلك الحين وأنا مهتم بكتير في موضوع السيارات السيارة اللي اشتريتها لما كنت في الجامعة بس ما هي أهم واحدة بس كجماليا بعدها إلى مكان وإلى رونقة وصراحة كان إلها مواقف مختلفة في بيروت يعني شدت كتير من الناس وعرفتني على الأصدقاء وعرفتني على ناس وحتى الأساسي زي اللي كانوا معايا بالجامعة كانوا دايما يتصلوا معايا الأستاذ دي تصل بتلميذ كان شاغلة مهمة كتير أنه بتاع في الأستاذ كان متربع بمكان خاص له فيتصل فيه اللي بدي تعدنا السيارة البنتي بدي إياها أو ابنتي إياها أهم اكتشاف الإنسان هو الدولاب لأنه هو يجب إيجابة الصدفة رجل كهب قاعد في كهفه كب حجر الحجر صار يبرم بسرعة وينزل لتحت بسرعة مفائقة بينما هو بدي ياخذ يمكن ساعة لحتى ينزل الحجر أخذ دقائق فقال أوه الفكرة حلوة هذه والله صار شوي شوي طوروا فيه وخلقوا من الحجر حجر دولاب حجر والدولاب الحجر بعدين أملوا منه ثنين أملوا ثلاثة أربعة وصاروا يعملوا على عربة وياخذوا عليه حمولات ويطلعوا يتنزهوا أولاده ويزقوا فيه يعني صارت قصة صارت حط مامي أكتر شيء على أني جمع السيارات وصارت كل ما روح على بلد أبرم أبحث إذا فيه متاحف أتفرج عليها إذا فيه مازادات أنزل فيها إذا فيه مجال إني أشتري سيارات موجودة في البلد وأنا بحب أن يأسوهم فمش بس منظر يعني كل جمعة باخد سيارة بطلع فيها بسوق فيها خلق أنه سيارة إذا ما سأتيها ما تقول شي في الحياة ما تشغلي تفقديه معظم الأعراس إذا اللي إيجت من الهند وإيجت من غير بلدان خارجية ودرت السياحة دائما بتتصل معي وبتاخد سيارات بتعطيها لها الضيوف يجيبوا فيها العرسان بناخد السيارة بتكون حارتها في الويل وبنرجع نعيد بنائها بتشوف السيارة بس تطلع فيها بتقول هذي جديدة ومنحطها على الإنترنت منبيعها وطبعاً الهدف مش هو تجاري بصراحة لأنه كل سيارة بتاخد سنة ونصف دي لتخلص يعني تصور قدير تاخد وقت إنما الهدف الأساسي منها هو البقاء على التراث المهم الإنساني كانت دائما مهتم بالأمور الجمالية وبعدين خصوصاً إذا كانت قديمة لأنه كنت استغرب أنه كيف الإنسان يقدر كان يقدر يعمل الأمور يعمل الصناعات المتميزة هذه بدون الإنسترومنس الموجودة هلأ كانت كل الأدوات اللي عنده أدوات بداية فكيف كان هذا يقدر يعمل الشغل الجميل هذا كل فترة من الفترات كنت أقول لنفسي كنت موت هذه الهواية بس الحمد لله إنه في ناس كتير أكتر مني بكتير عم تفكر مثلي وكل ما يطلع شاب جديد عم يفرجع أقول لنفسه بدي أهتم بشي إلو علاقة بالتاريخ وماضي وماضي إنسانية مش ماضية وحدة ماضي إنسانيتي هواية أفضل متحطي فلوسك في البنك يمكن أنا وصلت لهنا لأنه في أجيال طويلة كثيرة قبلي فكرت واشتغلت على نفسها وراقبت الطبيعة وراقبت الأشياء اللي في موجودة في الحياة وقدرت تعمل منها أشياء جميلة ومفيدة فالسيارة جميلة مفيدة بنفس الوقت فيها عمق التجربة الإنسانية اللي هي الحركة أحب السيارات الكلاسيك كوايد بس ما تخيل روحي مني أمشي سيارة كلاسيك قديمة لماذا؟ لا أعف سأرى أقول لك الآن أنا ملاحظة ساعات في الشارع يلفتني لما أشوف مثلا بني شاب صغيرة لأن أنا شفت أكثر من مرة أو شاب صغير في سيارة سبورت قديمة سبورت قديمة بالذات لعكس شكل سيارة حلو يصير وفنتج شفت التقرير شون سيارة حلوة؟ لأن الشخص محافظ على السيارير فطالعين شنه إذا لم أحافظ عليها نروح المطبخ نروح المطبخ ماذا تشاي الصبور؟ ما تبينها بعد؟ ممتاز شكراً 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 لذيذ شكراً أنا المرة اليهاية لازم أبحث عن فوايد شاي الصبور يسير أطوف من جدان؟ يلا شون أكشف؟ الله يسلمك أنا بمساعدين اثنين يلاً وإياك واحد على الفرن واحد على التكتين آه حسناً وأعنا الفرن بسبب كما ترون، أنا قمت بوكس نعم هناك كافة صاحبة تدخل حظة لكي أطبق كيف حكومة سيعطي ترى مجلسة جيد ومنذكرون أنك سكتب عن الموز ممممممم جميل محرين خلل اتتذكركم على الموزة جميل محرين جميل شكراً جميل هذا مجرد نسويه خلال دقائق بس يجب أن نخرج لدينا الكتابة نعم أنا سويت خذت الجارة قشرتها باستخدام المكشرة صارت عندي شرايح وليما صار عندي شكل مستطيل بالطول أقدر قطع سوي مكعبات والشرايح شافش ماذا سوف نسويه بهذه الطريقة صار عندي شكل واحد وهذا الشكل الثاني فهو شكل نجمة ثلاث ماذا سويته؟ هل تقطع؟ باستخدام القطاعات ولكن لا يستطيع أن تفنن في المنزل حسنا هذا أخي بدر أن تسألتني ماذا سوفي صح؟ أنا سألتك سألتها بهذه الطريقة سألتك 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 من المنزل ماذا سألتك 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 ماذا سألتك أحبتها أخذتها بساعة وحضرتها بساعة من المنزل وحضرتها بساعة سألتك 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 وسألتك حسنا سألتك سألتك هل سوف نقص المطبخ في المطبخ؟ كما تعرفون هل سوف نقص المطبخ؟ لا أنا شاطر في المطبخ شاطرة نقص الخبز بشكل دائرة نقصها نقصها هناك نموذة نقصها واحدة أول شيء نقصها في الخليط أبقي شيء لكي أقلط تساعدني شط شكرا دقيقين أو دقيقة أبقي سوف نقص الزرد أكثر حسنا أقلط بالطبخ؟ نعم 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 نبدأ نضيف نضيف نعم 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 لن أجهز ذلك نعم هذه لا يزال ل blog أنا أحسن أشاف نعم 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 السلام لا فنانا تكتشف أني صج ما هو يوم الأيام؟ و أنت تسوي طبق؟ والشاف يحكم يحكم لا أفقاً لكني لا أشاطر في الحلويات ساعة كاملة في المعطبة لا أشاطر في الحلويات أشاطر في أشاطر في أشاطر في الأشياء الجميلة مرتفعتها مرحباً سلمان أبوكادو أشترك أكلات أبوح لا أشياء معين أقول الله أضعي أجل مقادير يجب أن يكون مقادير وإذا كان هناك وصفة يجب أن نتزل بالوصفة لأنه يوجد مكونات لتبدأ الناس لأنه يكون أكساً نعم صحيح فأنا دائما أفضل أقول يفضل وضعون على وصفات باستطيع أن أفضل يعني مجرد زيادة ملح أو أكثر شكر لا يمكن أن يؤثر على الأكل أخذهم في بعض الوصفات يعني الملح لا ينحط لغرض معي حتى الشكر مثلا في الحلويات مثل وحد يقول لأنا دايت لن أزيد الشكر صح فأيه فلازم نلتزم بالوصفات وعشان أزين بعد أنا فردت قطعة الخبز وشوت منها دواهر هذا لاسق هذا على عذى بذلك الملحلة نرى رضير راهيك لماذا هذا يحدث إذر sixth تقريباً لذلك الأمر أق 무료 بعض Little Org When أخيف عين علي طيب صباح الخير خط في العين وهو مجرد شكل يعني ما يهمني يكون شكلها و سجني عين عين لا والله تعطي ملامح على المقات نحط لها الخشم آم سعي سنين عشان نحط لها الخشم رح السنمان أحسب يوغ البشر لأنه يصير أحمر على حرارة الطابة شكلك تكوت لا صراحة شخص حلو نحط هنا حلو حسنا جاهز لدينا التوست نحط لدينا نجهز هذه القطعة حسنا حسنا نحط لدينا بعض العسل حسنا 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 نحط لدينا بعض العسل مرة ثانية مرة ثانية بشكل ندور وبعد مرة ثانية نحط عليه العسل لأنه نبدأ نستخدم شيء يرصق وشيء مفيد حسنا نحط هنا عين واحدة نحط لدينا عين ثانية مرة ثانية جميل جميل نحط لدينا جميل جميل مرة ثانية مرة ثانية نحط جميل جميل شكرا شكرا الجميل الجميل جميل جميل تقلل السلام شكرا أشعرك لو لو مساعدتكم لا لا انت الخير والبركة انت الخير والبركة شاهدين وصلنا وياكم للختام نلاقيكم باتشر ان شاء الله في حلقة نهاية الأسبوع نشوفكم على خير مع السلامة مع السلامة مع السلامة